هؤلاء كما قال مولانا الشيخ محمد زك إبراهيم رحمه الله قلب أو لسان مع الخلق وقلب مع الحق الفرق على لسانه والجمع في جنانه في قلبه هؤلاء يتكلمون مع الناس بالأمور العادية خالص تحسبهم يعني ناس بسطاء وهم أهل معرفة وأهل وجد وأهل محبة وأهل علم هؤلاء تسمى طبقة الملاماتية وهؤلاء طائفة معروفة ولهم طريقة معروفة مخصوصة تسمى طريقة أهل الملامة وهؤلاء الملاماتية فئة من أهل الحق اختصهم الله تعالى بملامة الناس لهم بملامة الخلق لهم كل ذلك وَلَا يَخَافُونَ فِي اللَّهِ لَوْمَ تَلَائِمْ وَذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءِ وَاللَّهُ وَاسْعٌ عَلِيهِ لماذا حفظوا سرهم عن ملاحظة من يلومهم هم مش مشغولين باللي بيلوم لأن ايه هم مع الحق حفظوا سرهم عن ملامة من يلومهم فالملامتي لا يظهر خيراً لمن أثنى عليه ولا يبطن شراً أو ولا يضمر شراً لمن ألامه أو أساء إليه وهو يبالغ في رد الخلق عن نفسه يحب الاستطار والخفاء ويظهر أنه بيأخذ بالأسباب ويأخذ بالحرف ويعمل بالحرف هؤلاء عاملون على إسقاط جاههم ومنزلتهم في قلوب الناس كما قال قائلهم فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا صح الود منك فالكل هين والذي فوق التراب تراب فعشان كده بيبالغ في الستر حتى لا يصرف عن حضرة مولاهم عن حضرة مولاهم قال الإمام أحمد في كتابه الزغد رضي الله عنه أحمد بن حمد حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن منصور عن هلال بن ياساف قال كان عيسى عليه السلام يقول إذا كان يوم صوم أحدكم فليدهن لحيته ويمسح شفتيه حتى يخرج إلى الناس فيقولون ليس بصائم يبالغ في الستر والخفية ولهذا قال بعضهم التصوف هو ترك الدعاوى وكتمان المعاني يكتمل لجواه وسؤل الحارث المحاسبي رضي الله عنه عن أساس علامات الصادق قال ألا يبالي أن يخرج كل قدر له في قلوب الخلق من أجل صلاح قلبي يعني بقالوش قيمة عند الناس ولا يحبوا الطلاع الناس على اليسير من عمله عشان كده قال مولانا بن عطاء الله غيب نظر الخلق إليك بنظر الحق إليك وغب عن إقبالهم عليك بشهود إقباله عليك خليك معاه خليك معاه هو ما تنشغلش بالخلق مرحلة بمر بيها أهل السلوك والمعرفة بالله مولانا الشيخ محمد زك إبراهيم كان كتب قصيدة في هذا المعنى اسمها أويس الزمان لأن قالوا أن شيخ الملاماتية في الأصل كان مولانا أويس القراني وده كان في زمن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يلتقي به وكان النبي صلى الله عليه وسلم يربيه عن بعد وأوصى سيدنا عمر وسيدنا أبو بكر إن لقيتماه فاسألاه الدعاء خليه ادعي لكم وبين علاماته لسيدنا أبو بكر وسيدنا عمر فالملامات ده يبالغ في الستر والخفية عشان كده سيدنا شيخ محمد زك إبراهيم يقول ظللت أسائل ما ردبتي وذاك شبابي وذي شيبتي لعلي أطامن من روعتي وعلي أخفف من لوعتي فأعطيت نفحة كنز الهدى وأعطيت سترا على نفحتي ده فتح رباني كنز الهدى أعطاه له إيه هو وأعطاه سترا على النفحة بتاعته للدهال إيه هي وقلهمت أن تمام العطاء عما الناس بالناس عن رؤيتي إنه محدش يعرفه هو ده كنز الهدى وخفت من السلب بعد العطاء فبالغت في الستر والخفية وهمت بمستور حالي فلا أضل بجاه ولا شهرتي وعشت قويس زمان فما يراني إلا زو الفطنتي ترجمة نانسي قنقر